اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاستئذان الاستئذان معناه طلب الإذن للدخول لمحل لا يملكه المستئذن يعني إذا أراد الإنسان أن يدخل بيتاً لغيره فلابد أن يستئذن قبل أن يدخل البيت أو أراد أن يأخذ شيئاً من غيره وهو لا يمتلكه فلابد أن يستأذن منه لكي يأخذه هذا هو الاستئذان ما هي صور الاستئذان؟ الاستئذان له صور ذكرت في القرآن الكريم في صورة النور أول هذه الصور وهي الصورة العامة للاستئذان وهي الاستئذان لدخول البيت يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أبد أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أسكى لكم هذه هي الصورة الأولى من صور الاستئذان وهي الاستئذان لدخول البيت والله سبحانه وتعالى بدأ هذه الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا فهذا يعلمنا أن الاستئذان من الإيمان الذي يريد أن يحافظ على إيمانه لابد أن يأتي بهذه الآداب الإسلامية والآداب الإيمانية ومنها الاستئذان وأيضاً ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى قوله حتى تستأنسوا الاستئناس معناه المودة والمحبة وعدم الخوف من الذي يأتي ومن هنا شرع للإنسان في بيته أنه إذا دخل بيت غيره ووجد أنه ليس هناك أنس بينه وبين غيره أن يخرج منه فهناك حالات للإنسان يستحب له أن يخرج من هذا الاستئذان أولها أن لا يجد المحبة والأنس عند من ذهب إليه لكي يزوره الأمر الثاني وهو أن الإنسان يستأذن فإن قيل له ارجع فعليه أن يرجع ولا يسبب حرجاً لأهل البيت الأمر الثالث وهو أنه إذا لم يرد عليه أحد يعني ذهب يستأذن في بيت فلم يرد عليه أحد فعليه أن يرجع وقد ذكر القرآن أن في ذلك خير للجميع خير لكم يعني للجميع ما هي الفوائد التي تعود على المجتمع من الاستئذان يعود على المجتمع من الاستئذان أولاً احترام خصوصيات الناس فكل إنسان له خصوصياته لابد على الجميع أن يحترم خصوصيات الآخرين الأمر الثاني أن يأخذ الإنسان حريته في بيته فلا أحد يخترق أو يخرق هذه الحرية التي تكون للإنسان في بيته الأمر الثالث هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن في الاستئذان هذا خير وطالما أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيه أنه ذلكم خير لكم إذن فيه خير كثير هذا بالنسبة للصورة الأولى الصورة الثانية من صور الاستئذان وهي الاستئذان داخل البيت هل هناك استئذان للإنسان داخل بيته؟ نعم مثلا أختي لها حجرة أمي لها حجرة أبي له حجرة فلا يصح لي أن أدخل حجرة أمي أو حجرة أختي أو حجرة أخي إلا بعد أن أستئذن وهذا الاستئذان شرع للإنسان في بيته في أوقات معينة وهي الأوقات التي يكون فيها حرية للإنسان لكي يستريح من أعباء ومن تعب الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء يعني هذه الأوقات السلاسة داخل البيت على الإنسان أن يستأذن على من هو داخل البيت ولا يدخل على حجرة أحد بدون استئذان الصورة الثالثة من صور الاستئذان وهي حينما يكون الإنسان في مجتمع أو في درس في اجتماع أو في درس أو في عمل من الأعمال أو في مجلس من المجالس عليه أن لا يخرج من هذا المجلس إلا بعد أن يستأذن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا يعني إذا كنت أنت وأصدقاؤك في مكاني وأنتم تجلسون في مجلس لا تخرج من هذا المجلس إلا بعد أن تستأذن لا تخرج من أي اجتماع من الاجتماعات المهمة إلا بعد أن تستأذن هذه هي صور الاستئذان هي عندنا صورة أخرى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أزن له الرحمن وهذا هو الاستئذان عند الكلام يعني الإنسان حينما يريد أن يتكلم في أي مجلس من المجالس عليه أن يستأذن حتى يتكلم هذه أيضاً صورة ربعة طيب ما هي آداب الاستئذان؟ أول هذه الآداب أن نتعلم كيفية الاستئذان ما هي كيفيتها؟ كيفيته كما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني جاءه رجل فقال أألج فكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمه فقال أخرج له فعلمه الاستئذان فخرج له الخادم وقال له قل السلام عليكم أأدخل فأزن له النبي صلى الله عليه وسلم فمن هنا صيغة الاستئذان أن يقول السلام عليكم أأدخل وهذا في الحقيقة يمكن أن يقوم أشياء كثيرة مقام هذا فمثلاً ضرب الجرس للباب هذا يعد استئذان إرسال رسالة هاتفية هذا يعد استئذان المكالمة الهاتفية أيضاً تعد استئذان المهم أن يحصل الاستئذان بكل هذه الصور أيضاً هناك أدب إسلامي في الاستئذان وهو أن يستأذن الإنسان ثلاثة مرات يعني يذهب إلى البيت ويستأذن مرة الأولى ثم إذا لم يرد عليه أحد فيقول لعلهم مشغولون داخل البيت فيستأذن مرة أخرى ثم إذا لم يرد عليه أحد فيستأذن مرة ثالثة وبعد الثالثة يذهب ولا يدخل البيت فهنا ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدنا أبو موسى الأشعري ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وقال استئذن ثلاث مرات ثم رجع فلما قابله عمر قال لتأتيني ببينة على هذا فذهب إلى مجلس من مجالس الصحابة رضي الله عنهم فوجد فيه هذا المجلس أبي بن كعب وسيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا فقص لهم هذه القصة فقال له أبي بن كعب نعم نحن سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان سلاسا وإلا فليرجع وفقال لا بد أن يقوم معي أحدكم فقال لا يقوم معك إلا أصغرنا وكان أصغرهم هو سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقام معه إلى عمر فلما أعلمه بالحديث قال نعم إذن الاستئذان يعني له آداب منها كيفية الاستئذان منها الاستئذان ثلاث مرات منها أن يكون الاستئذان مصحوبا بالسلام يعني مع الاستئذان يقول السلام عليكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فهنا الاستئذان لابد أن يكون مصحوبا بالسلام فهنا هذا أدب راقي وقيمة عالية من قيم الإسلامية على المسلمين أن يحافظوا عليها وهي قيمة الاستئذان التي تمنح الجميع الحرية في بيته والحرية في ممتلكاته واحترام خصوصيات الآخرين نسأل الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة